بسهر الخير عاملين ايه يا ربكم بخير توقع ببرج العقرب لشهر ابريل 2023 وهبدأ بالجانب المهني شهر مناسب جدا لتصليح اخطاء الشهر الماضي الشهر اللي هو قابله يعني الشهر ده مناسب لو كان فيه اخطاء ان انت او انت تقدروا تصلحوها الشهر ده هيبقى فيه فرص لكده غير زملاء العمل هيقدموا الدعم ده اول عشر تيام وبعد كده كمان فيه معارف جديدة برضو هكون سبب في نتائج ايجابية خاصة بالعمل والمعارف الجديدة دي اللي تخص العمل هكون سبب في نتائج ايجابية بالزبط من بعد يوم خمستاشر حابب برضو افكركن دي توقعات الغيب محدش يقدر يعرفه غير ربنا احنا نستفيد الدردشة الفة انتباهك او انتباهك من خلال النصيحة وكمان بنتفائل عايز اقول بمناسبة اني الشهر ده تقدر تصلح فيه اخطائك وتقدر يتصلحي فيه اخطائك اه اخطاء صوري الشهر اللي فات اللي هو اللي قابله الشهر الماضي زي ما مكتوب لما يكون فيه فرصة ان انت تصلح اخطائك دي مش حاجة عيب ودي حاجة ما تقللش منك دي حاجة تزودك ما تقللش منك ما تخليش كبريائك يمنعك ان انت ما تشوفش اخطائك البناء ادم او الشخص اللي ما بيشوفش اخطائه ما بيتقدمش لانه ما بيعرفش كده اخطائه اللي هيفضل يقع في اخطائه ما هو بيتجهلها وبيعمل نفسه مش شفاء لكن الشخص اللي دايما بيواجه نفسه وبيشوف اخطائه ده اللي بيعرف يصلح من اخطائه ومدام الاخطاء ابتدت تقل وتتصلح هو بياخد خبرة وكده اكيد هيتقدم طبعا الكلام ليك وليكي اما بقى من بعد يوم عشرين فاوقات عمل اقل يعني اوقات العمل هتقل من بعد يوم عشرين ومكتوب كده حالة من الهدوء داخل العمل وده هيستمر لنهاية الشهر ربنا يا رب يوفقكو ويقويكو ويديكو الحكمة ندخل عالجانب العطفي نبدأ بالعزاب فرص ارتباط صالونات فقط خلال الشهر مكتوبة كده بس يعني متخيلين مفيش اجتماعيات مفيش اي حاجة من الحاجات اللي انا دايما نقرأ مفيش الكلام ده المفروض الشهر ده هيكون في فرص ارتباط صالونات بس ارتباط صالونات مش حاجة وحشة بس خلينا نكون متفقين على ده لو الارتباط مبني على شخصيات مناسبة لكم ليكي وليك دي مش حاجة وحشة المهم ان انت تتأكد وتتأكدي ان الشخصية اللي جيالك دي من معرفة حد او اعجبت بيك وجاية تتقدم من البيت او ايا كان تتأكدي ان هي مناسبة لك وانت تتأكد وده انا قلته قبل كده تتأكدي ازاي وتتأكد ازاي بالاحتكاك كتير وفترة الخطوبة تكون طويلة يعني فترة الخطوبة السنة ونص وخلال السنة ونص اشوفه بقى في جميع حالات اشوفه هو متضايق اشوفه هو متنرفز احتكي بيه كتير اشوف تفكير وعامل ازاي في المستقبل كل دي حاجات مهمة وانت برضو لازم تاخد روتية دي معاها وتسمع رأيها دايما تشوف رأيها ايه في حاجات معاينة في مشكلة عندك في الشغل تشوف دايما ردود افعالها بتبع عاملة ازاي كل دي حاجات تخليكو تعرفو بعض وكل ما فترة الخطوبة طولت كل ما انتو عرفتو بعض اكتر لكن الاستعجال ويلا هبا جواز دي بالاسف يعني فيها مخاطرة كبيرة عليكم بسرعة كده برضو طول ما انتو لسه على البر الموضوع سهل كل واحد يروح لحاله وخلاص دخلته في الجد وبقى فيه جواز وخلاص يعني الجواز خلاص انتو كده اتربطت يعني فهي دي عشان كده طول ما انت لسه في ايدك القرار وانت لسه في ايدك القرار تمام بعد الجواز مفيش قرار واظن يعني الانفصال لقدر الله او الطلاق منشمل حاجات يعني اللطيفة خالص فعشان كده لازم نراجع نفسنا كويس وندرس الشخصية اللي هنعيش معها باقيت عمرنا كويس ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة المتزوجين والمرتبطين الاهتمام يكون سبب في الاستقرار اول عشر تيام اما من بعد بقى يوم خمستاشر محتمل يكون فيه خلاف بسيط بسبب امر مادي والخلاف ده هينحل من بعد يوم عشرين ده غير كمان مشاركة العيلة في التنزو كل ده هيساعد من اوقات لطيفة واوقات سعيدة او زي ما مكتوب باللغة العربية تجعل الاجواء مبهجة التنزو يجعل الاجواء مبهجة عايز اقول برضو نتكلم بسرعة كده في حتة الخلاف اولا الاهتمام بيعزز العلاقة اه انت لما تهتم بزوجتك او المرتبط بيها انت بتحسسها دايما ان انا معاكي انا جنبك الاهتمام من الحاجات اللي انت مش تسمع بيانات كده تقولك انا عايزة لحد يحسسني بالامان انا مش حاسة بالامام مع المرتبطة بيه مع زوجي الاهتمام من الحاجات اللي بيتحسس بالامان طبعا في حاجات تانية غير الاهتمام ان انت تشاركها وبرضو المشاركة مرتبطة بالاهتمام فالاهتمام من الحاجات اللي بتحسسهم بالامان وعلى فكرة احنا كمان كاري شباب ورجالة بنبقى محتاجين برضو الاهتمام مش انتو بس انا عارف ان يمكن انتو عندكو زيادة شوية عندنا بس تدقوني في شباب ورجالة بيبقوا محتاجين ده جدا اه يعني ما تستهونيش بيه فياريت لو تبادلت والاهتمام بجد اكيد اكيد العلاقة هتكون افضل وهتتحسن اما بقى بالنسبة لخلاف بسبب امر مادي المفروض ان كل واحد عارف ظروف التاني مادين يعني انت لو مرتبطة بواحد هو المفروض بمفاهمك ايه ظروفه المادية وانت كمان اكيد عارف ظروفها المادية فياريت تخطر الحتة دي خصوصا المتزوجين يعني انت لو شايفة او فاهمة كويس ظروفه المادية صعبة لفترة دي او مزلناها معا شوية ايه المشكلة ان نعديها نقدم التنازل يعني ايه المشكلة ونقدم التنازل شوية المرة دي يعني فيه حاجات كده لازم تعدي برضه ومش كل حاجة لازم نمسك فيها وخصوصا حاجات الماديات لان كمان الفترة دي اقتصاديا في الدنيا في العالم كله مش احسن حاجة وانتو اكيد بتسمعوا الاخبار وعارفين فيبقى مش مشكلة الفترة دي نعدي شوية ويمكن بعد كده ربنا يسهلها والامور تمشي كويس والحاجات دي تتعوض المهم يعني تسهلوا مع بعض شوية في الامور المادية دي لان ده مطلوب جدا وبيعمل خلافات كبيرة بجد الا بقى لو هو بخيل او هي بخيلة يعني انا عارف ان المفروض المفروض ان الراجل والشاب مش بيطلب مديات من الوحدة هو المفروض العكس يعني انت هي المسؤولة منك مش انت المسؤول منها بس نفترض ان هي بتساعد او بتشاركك في ده ودي حاجة طبعا زوقيا منها لان دي مش حاجة مسؤوليتها دي حاجة جدعانة يعني منها فمش معنى كده ان انا ازعل لا واقفش معاها عشان هي مشاركتش المراضي ما تنساش ان انت المسؤول الاول عن مواضيع الماديات وفي الجواز ومن الاخر برضه عايز اقول حاجة بسرعة كده لقيتكو المفروض تكون اكبر من الماديات يعني تكون اكبر من الماديات بكتير والاحلى واحلى ان الشهر ده هتكون نهايته نهاية حلوة ومبهجة زي بقى مكتوب ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على خير خش على الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة من بعد يوم خمستاشر ويا رب كل عيلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الجانب المالي دخل مادي اضافي من العمل يكون سبب في استقرار مادي على مدار الشهر يعني طب المفروض يعني ان هيبقى فيه دخل مادي ليه بقى المشاكل بسبب الماديات على المهم نتمنى ده ربنا يا رب يوسع من رزقكو صحاب المشاريع ارباح متوسطة ليه مرتفعة من بعد يوم عشرين ليه كسير من مشاريع موليب برج العقرب ربنا ما يفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحه الجانب بقى التعليمي لا تشغل بالك بامور غير مهمة لتجنب النتائج السلبية معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان الطلاب الشباب والشابات اخواتي يا ريت ما تشغلوش بالكو بحاجات مش مهمة علشان يعني حاجة مسلا ممكن تكون ملهاش لازمة تفضل شغل بالك وشغلالك تفكيرك طبعا هتشوشر على تفكيرك وهتأثر عليك في المذاكرة وتأثر عليك في المذاكرة انت لازم تعرف حاجة مهمة قوي مستقبلك ودراستك رقم واحد لازم يبقى في حياتك علشان تحقق النجاح ده انت عايز تنجح وانت عايز تنجح يبقى لازم ما تسيبش حاجة تشغل بالي غير مذاكرتي لو عادش اغل بالك دايما بمذاكرتك اكيد اكيد هتبتدي تحس ان انت بتتحسن في الدراسة وكمان بتقرب من النجاح اكتر وان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج العقرب لشهر ابريل الفين تلاتة عشرين لو عجبكم الكلام ده تنسوش ضعموني بلايك لو مش مشترك او مشتركة يريد تشتركها عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوعها انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عما سوى لكم لينك الفيديوهات في الوصف في دسكريبشن تحت تاخدوا فكرة عن فيديوهات القناة بتشكيل او اليكو سلام